اشتركوا في القناة من 300 ألف وحدة سكنية جديدة قيد الإنجاز عدد السكانات يشكل ربما استعجالية في الدراسات وهذا العنصرين متجمعين تأخر في وجود القطع الأرضية وضبطها وضبط سند ملكيتها وضبط كذلك الدراسة بدقة للمشروع هذا العنصرين يعني انتظروا ترى بغض عناصر أخرى هذا العنصرين كافيين باش يشكلوا تأخير في مشروع ضخم كما مشروع الإسكان في الجزائر قطع والتربية شهده الآخر جهوداً كللت برفع التجميد على أكثر من ألفين منشأة بداغوجية وإعادة تأهيل 9000 مؤسسات أخرى ما زاد من قدرة الاستعاب خلال الـ 2018 تقدم رفقه تعزيز للنقل المدرسي والمطاعم المدرسية ورفع لميزانية تكوين الأساتدة جهود تصب لصالح تطوير القطع الذي شهد اضطرابات عديدة الميزانية التي تكلف بها بالدولة كبيرة ولكن عندما نعلم 85% من هذه الميزانية تذهب إلى الأجور نتساءل ماذا بقي إلى البيداغوجي بقي البيداغوجي غير 15% إذن كيف نوصل إلى التعليم النوعي بميزانية 15% فقط من ميزانية قطع والصحة من جهته عرف خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة مساعي للحد من النقائص الجهوية في الحصول على العلاج من خلال استلام 130 منشأة طبية عمومية جديدة في حين توجد 83 مؤسسة أخرى قيد الإنجاز كما تم التكفل بديون الصيدلية المركزية للمستشفيات وتخصيص 130 مليار دينار لتموين المستشفيات خلال الـ 2018 والـ 2019 ولكن في المقابل تحديات عديدة لا تزال تواجه القطاع لا تمكننا لنوازن بين المناطق المختلفة ونوزع هيكنا ونوزع مواردنا المالية ومواردنا البشرية بصفة تلبي حاجة المواطنين وتخليهم يستقروا في أماكنهم وننفر لهم مستويات العلاج الكل لأنه لما نتكلم عن العلاج كان العلاج ما يسمى بالعلاج القاعدي ولكن كان ما يسمى بالعلاج المتخصص وللمستوى الثاني من العلاج وكان المستوى الثالث وهو العالي التخصص هشكو لي يوفر هذا الشيء؟ هي هيكل صحية بمستوياتها الثلاث تكون متوفرة متوزعة بصفة متوازنة السكن التربية والصحة قطاعات حيوية وإن عرفت أرقام إيجابية إلا أن واقع الحال يستدعي تدارك النقائص التي تشوب مستوى الخدمات في الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر